إذن مرحبا بكم مشاهدين الكرام مجددا في البلاد اليوم للحديث على اجتماعات اللي عقدها رئيس الجمهورية كان عقد اجتماع مجلس على الأمن ثم التقى كذلك بأرباب العمل وقلنا احتمال يعني وارد أنه رئيس الجمهورية سينتقل إلى القصوة والسرعة القصوى ويلتقي بفعاليات كثيرة في المجتمع لأنه احنا نعرف أنه الجزائر توقفت قريب سنة بسبب وباء كورونا والآن نطمح ونطمع أنه رح ينجلي الوباء هذا حتى ولو لم ينجلي ينبغي أن نتعامل معه وأن نتكيف على إكرهاته إذن أستاذ حمد كالروج كنا نتحدثوا على الشرق الأوسط الكبير وتكلمنا كذلك على أنه ما هوش يعني قرار هكذا جاء ارتجاليين بل هو تحذير لعقود وسنوات ربما بمعنى أنه هناك مخابر تخطيطه وتطبقه وتجربه علينا نحن كشرق أوسط وشمال إفريقيا وعالم عربي وأمة إسلامية الآن أستاذ ربما رئيس الجمهورية تكلم قال بأنه ألح على ضرورة التحذير للولوج إلى المرحلة المقبلة استعمل هذه العبارة هذه تكلم دائل اليقظة وقال لابد أن نكون حذرين ويقظين من تحولات الحاصلة في المجال الإقليمي يعني التحولات الحاصلة في العالم وفي المجال الإقليمي قال ضرورة التحذير للولوج لدخول والولوج إلى المراحل المهمة المقبلة في تخديرك اليوم أستاذ قروش المشاهد الكريم رح يشوف فينا اليوم ربما يقول بأنه يعني هناك تحويل دون داعي يعني لو ننظر يبدو لي أن كل مواطن الآن يعني هو مطلع في وسائل الاتصال موجودة كذلك وسائل التي تديع الأخبار موجودة ما شاء الله من القنوات ما شاء الله يعني حتى بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي ونقصد أن المشاهد سامحني أستاذ حمد باش تفهمني مليحي نقصد أن المشاهد ربما يقول ما أنتم كإعلاميين أنتم كخبارة لماذا تثيرون هذه المسائل هذه وهي في الواقع غير موجودة يعني ما كاش مخاطر ما كاش تحولات ما كاش لا في وقع الأمر لا نخد ما يجري بمحيطنا وما يجري داخلنا ونشوف يعني نقارن ونحلل هذه الأمور إن كانت صحيحة أو لا السيد رئيس الجمهورية ربما يقصد بالدخول والولوج إلى هذه المراحل المقبلة على أساس أن الجزائر قادم على تغيير وهذا التغيير بدأ بتغيير الدستور على أساس فيه قوانين جديدة تؤدي إلى التغيير الذي كان ينشده الشعب والذي قام من أجله الشعب بحراك سلمي هذا يريد رؤيته على الواقع ولكن هذا لا ينفي أستاذ كروش ولوج العالم أو ولوج الجزائر إلى ميلاد العالم المقبل نعم ولهذا الآن تحذيرات هل في رأيك من قام بتحتيم نظام في ليبيا وكسر الدولة الليبيا دولة الوطنية دولة الوطنية الليبيا نعم الليبيون مؤسسات كل المؤسسات فتحت حتى في العراق لأن الخبرة من أين أخذت أخذت من العراق لما دخلت الأمريكا وهي كانت تجرب القوة الصلبة في احتلال الشعوب أول ما قامت به هو فت جميع المؤسسات وبالتالي لما العراق أراد إعادة نفسه أو بناء نفسه لم يستطع إلى اليوم كلها اقتتال واقتتال في اقتتال وأزمة تولد أزمة يعني الأزمات في العراق اليوم ليست يعني في بداية نزولها بل هي كل يوم في تصاعد نفس الشيء في ليبيا من قام باله هو يعرف المآلات يعرف المآلات أين تأول الأمور بعد إسقاط النظام وفك جميع المؤسسات الدولة أين سوف تؤدي أدت إلى مواقعة في مالي مواقعة في مالي من أجل أن تجد من قام بإسقاط النظام في ليبيا أن يجد له مبرر من وجود عسكري في مالي وفي دول الساحل ككل إذن ونعرف ماذا يعمل الآن يعني حتى من دخوله من 2013 إلى اليوم نتائج نتائج ضحايا الإرهاب في تيك المنطقة لا تنقص بل ترتفع سنة بعد سنة ترتفع سنة بعد سنة يعني لما نقول دولة أجنبية تأتي لمحاربة الإرهاب في دولة أخرى وكأنه يعني صراحة فيلم فكاهي هكذا فيلم يعطي دم من أجل سعادة الآخرين يعطي دم من أجل سعادة الآخرين وفقط هكذا لأنه يريد الخير والأمان للشعوب الأخرى لكن من من يحارب من يحارب الجماعات الإرهابية ليزودها بالأموال ويزودها بالأفراد وأفراد يعني أفراد ليسوا بالعاديين هم دمويون قد كانوا في سجون وقاموا بأعمال إرهابية إذن هذه الأعمال نفس الشيما وقع في بلادنا أو في حدودنا الغربية هو كذلك مخطط تابع لهذا المخطط لأن لو نقرأ الآن منذ الفين وعشرة إلى اليوم ما هي المخططات التي تدور لأن كما قلنا لهذا العالم الذي كان يراهن على بناء شرق أوسط كبير هذا الشرق الأوسط الكبير كما قلنا هو يضم شمال أفريقيا ككل ككل إذن هذا رهن على القوة الصلبة رهن في 2003 مع العراق و2006 في لبنان الآن تفكيك الدول من الداخل تفكيك الدول من الداخل وبدأ هنا ما وقع في سوريا وما قع في اليمن وما قع في السودان وما قع في ليبيا وكان يريد لكل الدول الوطنية كل الدول الوطنية التي قالت في يوم ما لا لتطبيع وكونت ما يسمى بجبهة الصمود والتصدي كل هذه الدول الآن هي تدفع ثمن هذاك ذلك الموقف والجزائر ما زالت في نفس الموقف وهي تدفع على نفس الموقف وبتالي حتى اليوم ما زالت مستهدفة من أجل على الأقل رجع على هذا الموقف الصلب الداعم للقضية الفلسطينية ولقضايا كل الشعوب التي تتحرر أو تدافع على نفسها من أجل تحرر من الاستعمار ومن بينها قضية الصحراء الغربية إذن هذا الأمر ما دام الجزائر نفلها نفس هذه المواقف وهذه المواقف ليست هي مواقف قيادة سياسية هذه المواقف نابعة من تكوين الشعب نفسه من إرادة شعبية من طبيعة الشعب الجزائري الثوري المساند المساند للعدل موش موقف الدولة فقط موش موقف الدولة نعم هو موقف دولة وشعب طيب أستاذ أحمد كروش اليوم يعني العالم مشهد مصالحة مصالحة تاريخية نتمنى أن تكون يعني دائمة وموش مصالحة ميزاجية مصالحة بين قطر ومملكة العربية السعودية وشفنا يعني فتح الحدود الجوية وغيرها ويعني حتى حضور يعني القيادات القطرية والسعودية في نفس المكان والجلوس بعد أزمة كبيرة جدا الآن مجلس تعاون الخليجي كذلك أصدر بيان أعلن فيه الأمين عام مجلس تعاون الخليجي توقيع على البيان الختم لقيمة المجلس قيمة مجلس تعاون الخليجي وبيان العلام واختتم الجلسة الأولى وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فتتح القيم ما في وقت سابق من يوم الثلاثة وشهد الأمير محمد بن سلمان بالدورين الكويتي والأمريكي لرأب الصدع بين دول المنطقة مؤكدا على دور القيمة في تعزيز أواصل الأخوة وعتبر ولي العهد السعودي أن الأنشطة الإيرانية تهدف لزعزعات الاستقرار بالمنطقة ويقولها الكلام وأضاف نواجه تحديات السلوك الإيراني التخريبي كذلك يعني يقول نفس الكلام وقال الأمير أنه سيتم وتوقيع بيان كذلك القيمة الخليجية وقال أمير الكويت شيخ نوفل أحمد الجابر صباح إن المشاركين اتفقوا على توقيع بيان العلاف هذه القيمة وأضاف مهنئ الجميع بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلاف كذلك نسعى لدعم العامل الخليجي والعربي المشترك مشهن لأن إعلان اليوم سيتم سيوسم اتفاق التضامن إذن أستاذ نعلق شوية البيان إذا كان تكرمت قمة ومصالحة بين دولتين وشعبين كيف تقرأها يعني ترحب بها قطعا نرحب أي اتفاق بين الشعوب خاصة بين الشعوب العربية يعني هذا بطبيعة الحال وقال أسمحلي قال أشكر الدور الكويتي والأمريكي هل هي نتائج يعني كم يقولون تهنات الإنسانية من من ترامب لا وربما هذا الاتفاق هو نتيجة من نتائج ترامب يعني في حداته هي عوامر ترامب هي هذا الاتفاق هو أمر من ترامب يعني وليست من يعني علامات نهاية هو هو من كان في بداية هل انتفت الأسباب طبعا هل انتفت الأسباب التي من أجلها قطعت سعودية والبحرين ومصر والإمارات قطر أم هي الأسباب ما زالت قائمة نفسها يبدو لي أن نفس الأسباب ما زالت قائمة ما زالت موجودة ما زالت موجودة وغلق وغلق المجال البحري وغلق المجال البري وغلق جميع المجالات وعقوبات وهي نفس الأسباب اليوم تأتي لأن وببساطة في 2017 لما اجتمع ترامب في قمة المجلس التعاول الخليجي هناك كانت لابد من ضرب لأن إدارة ترامب إدارة ترامب أعطت قيمة وكبرى لجماعة الإخوان المسلمين وهي فعلا من قامت ونعرف ما هي نتائج التي قامت بها في الدول العربية وفي بيناء ما يسمى الشرق الأوسط الكبير الذي كانت تريده جونداليزا رايس حتى وإن كان من الجمهوريين إلى الديمقراطيين لكن البرنامج هو نفسه نفس اليوم نفس الشيء لما جاء ترامب كان هذا الاتفاق على أساس قطع العلاقات وعطى أوامر لمصر والإمارات والسعودية والبحرين بهذه الأمر طيب أستاذ أسمح لي برك في قضية يعني ما جاء في البيان على الدور الإيراني وغيره نعم ولهذا كان من بدايتها في الحقيقة الأمر في كله هو تغيير العدو الحقيقي للشعوب هو تغيير العدو الحقيقي للشعوب تغييره من العدو الصهيوني الذي يحتل يحتل الأراضي الفلسطينية ويقهر في الشعب الفلسطيني إلى عدو آخر وهمي موجود في جهة أخرى هو معادي للكيان الصهيوني وربما معادي للنظام الأمريكي إذن هذه هي الفكرة الأساسية وهذا وربما اختلاق عدو آخر اختلاق عدو آخر حتى وأصبح هذا حليف العدو الحقيقي أصبح اليوم حليف جدي وحليف واقعي لهذه المجموعة من أجل لأجل عدو آخر خلق وهميا أو حتى لنقول حقيقيا لم نرى في التاريخ أن ربما إيران هجمت في يوم ما حتى من عهد الشاه ربما فقط من المشاكل العراقية وإيران وعراق وإيران وحتى نعرف احنا كلنا خاصة في الجزائر نعرف اتفاق الجزائر الذي وقع بين الشاه إيران والمرحوم صدام حسين وربما كذلك الاحتلال إيران للجزر لكن حتى هذه الجزر لم تطالب بها الدول العربية لم تطالب بها الدول العربية من إيران الآن تحول العدو من إسرائيل إلى إيران وهذا هو الهدف الرئيسي والهدف الأساسي أن التطبيع يكون فعلا تطبيع ليس فقط في السياسة وتبادل الصفراء لا بالعكس أننا نكون جبهة وتعاون عسكري وتعاون أمني وتعاون بكل مؤتنة واقتصادي في مجابهة دولة أخرى التي تهدد على الأقل في بيانتها تهدد الكيان الصهيوني كل يوم إذن هذا هو الهدف الرئيسي وكذلك ربما لأن السيد ترامب سيد ترامب وعد بخمس دول أنها تقوم بتطبيع في هذه الأيام ما زال له عشر أيام ممكن السيد ترامب يريد من قطر كذلك أن تكون العضو الخامس في حركة التطبيع كل شيء وارد ولولا لا نتمنى ذلك ولكن يبقى في السياسة كل شيء وارد وفي الدبلوماسي كذلك كل شيء وارد وإن كان لا نتمنى ذلك ونتمنى أنه يعني هو قال خمسة نعم ونفذ أربع عشر نهم وراحوا لولو لتطبيع بقات واحدة من هي من هي ربما يكون هذا هو الثمن وربما 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 قوله كما قال يعني قوله ما عندوش قيمة كبيرة يعني كما قال الشيخ عبد الرحمة الجلالي رحمه الله وتعالى لما استفتاح واحدة إذن مشاهدين الكرام أشكرك أستاذ أحمد كروش أنت مراكب دولي سابق في باعة الأمم المتحدة وأشكر المشاهدين الكرام برامج بلاد متواصلة كذلك مع أنا فألقاكم غدا إن شاء الله إلى ذلك من الحين نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته